السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته إن شاء الله سوف نقوم بإيجاز السمين 17-18 من الكتار المدراسي المفيد في الرياضات إذا نتمرين وكل أثي حول المعادلات الأثياء لدينا واحد أطاولة فيها واحد هي المعادلة الكسوسيتنا ناقص ثانية الزيد واحد إذن دائماً فاش نشوف هد منوعد المعادلات دائماً نفكر في المستابقات الهامة نفكر في التعمل واش يمكننا أن نعمل هد منوعد المعادلات نفكر في المستابقات الهامة هنا كيف هد منوعد المعادلات نفكر في المستابقات الهامة هناك كيف نشوف الهامة ثانية الزيد وهذا يوجد عبر أثر. لكن فلوضاً يصبح إثنان على زركل عبر أثر، سيكون على زركل عبر أثر. ويوجد عبر أثر، اية ثاني من عبر أثر وكذلك سأقوم بجسار موجودة بين عبر أثر. لأن درجة عبر أثر تكون عبر أثر. حتى إثناني إكسscheنا يجص بجسار كان، هذا ماذا الجوال ؟ لأن أي عدد تنضربه في واحد يكون عدد نفسه مثل قديم الواحد هذا الواحد هذا يقوليه هو واحد أسئتنان لأن واحد أسئتنان يساوي واحد لأنه عصر محايد كما قلت عن الدباء في الدر هو صفر صفر أسئتنان يساوي صفر نكمل للمستمقى المجنوية x-1 كل أسئتنان يساوي صفر ولكن عدد أسئتنان يساوي صفر يعني أن ذاك العدد بين قوسين يساوي صفر يعني أن ذاك العدد بين قوسين يساوي صفر يعني x يساوي ماذا ناقص واحد دوزيت ولزيت واحد هذا المعادلة حلو الوحيد هو واحد والعدد واحد وهذا المفيد رجعوا للتمارين تمارين السفحة 17 عندنا التمارين 43 والتمارين 44 رجعناهم في حال المعادلة وتخذيتهم الأقبل ودرتهم التنميذ لكي يخذهم كأم كأم سينا نقدر جج جج طبعات إكس أو سيتنان زايد أسئتنان يساوي صفر إذا نحن 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 هذه اليوم ولكن ندهنا زايد عشراء اكس إذا نحن نش説 للمستبق الهمة الأولى إيه ؟ ماهي؟ ايش اتنه ؟ زايد الا my اثنه مzonسكتبnia هيا اتنين يا اكس اثنان زايد اثنان دي لمستبقه لانما عم فلان انضرب ا обсقار ا ايھل ايس انا مش حال tallнов ايس ادي ايج جوج هناك وحسب ايجЖ دي المستبقه له ما فلان عم شام�كن ايس ايس اي Kit ايج ايس امشه لان Egحب 5 دي التى هيا جوج هيا 10 فلنضج من شطين عشرة في 5 إذا الجج في 5 هي عشرة هي عشرة X ديال إذا كان الحلّة هناك أفكي المستفق الأهم كان في كابش نبيينها هذا كان في كابش نبيين المستفق الأهم في 5 هاده 5 هاده الها بي غتشيل هناك تولي 5 وستنان هاده 5 وستنان راها لين 25 بحال ما درته وغلو يعني خليت الكتابه كمان إياها غييفكيت هاده المستانية وهذي اردتها مربع كامل باش نشرح لمتطابقة الهمة باش نبينها باش نعرف نيجب تلحل المعادلة باش نبين انها هادي كتساوي اكس زايد خمسة الكولو ستنا بيه المستطابقة الهمة الاولى لغاية اعطينا في الاخير هي اكس زايد خمسة تساوي صفر لغاية اعطينا اكس كتساوي ناقص خمسة اذا من المعادلة حلوحيد الدروري للجملة هو ناقص خمسة خمسة نكون بذلك حليك المعادلة المعادلة ناقص الجوج ثم بنسبة المعادلة التالية المعادلة التالية اعطونا فيها اعطونا سيدي اعطونا اعطونا سيدي اعطونا اكس اش اتناني ناقص اثناني جوج لغاية اعطونا اعطونا سيدي اعطونا اعطونا اكس إذاية x .. أولا، وليطيحك في المستبقى الهامة الثانية، وليطيحك في المستبقى الهامة الثالثة، هذا المعادل دائما يكونوا بها تشكل. غيكس التلميذ يحاولون يعرف كيف يديري فكه، وكيف يديري الهب بالأرقام هنا، خاصة فهي الاثناني أف بي. الاثناني أف بي مهمة، هذه الجوج ما كانت أطلعش معادلين لمستبقى الهامة، والأو بي ستطلع من ثمه. هي إكس وسيتناه ناقص، أو إكس ناقص جذر خمسة، كل وسيتناه نستمع الصافر لأنه مستبقى الهامة الثانية كما كانت. هي إكس ناقص جذر خمسة جذر خمسة، ليأيكس تستمع جذر خمسة، ومنه الحلو معادلة هو الجذر خمسة. خمسة. كوبيدايك خليت تالتة. بالنسبة للرغاة. بالنسبة للرغاة بالنسبة للرغاة عن قوبوبة نصدر. نفكر مصدر القلع الأهل والبينوها. نفكر مصدر القلع الأهل والبينوها. نفكر مصدر القلع الأهل والنظمية. أي ربعة يكس و سيكتنا نعطوني. ناقص أو زيد عفوين ربعة أو سيدر ثلاثة. وزيد عفوين ربعة أو سيدر آخر. هذه مصدر القلع الأولى. يتركيات دين. اترهدوا معي. هذه الربعة أتقول لي مربع كامل. ربعة. غدت. ربعة. إكس وس إثنان. الربعة أتقول لي مربع كامل. هي إثنان أس إثنان. عال إكس وس إثنان. اللي غالة صباح هي إثنان إكس. الكل أس إثنان. قلتك الربعة قتل مربع كاميرا معي هي جج وس جج يعني اثنان وس اثنان اكس وس اثنان اثنان اكس لكل وس اثنان اثنان هل تقول اثنان اكس لكل اس اثنان زي جج بمسترقها يا عم في ضب سباله هي جج اكس في عم في بي بي قتل جنر ثلاثة ديالي لاحظوا معي جج جج يا ربعة و اهد و اهددة جج الناس bum و اي جج اكس ه سور اثنان في مضافي ساء كونك ينحل ذلك يا إحداثر سيد كونك ينطرح استوي إحداثة حينك يعني ضاع который إيقان لثلاثة يعلم ما أ MANDAT وجود المعادلات إحداثة ويسيرا سيد رغب الثالثة بالتواصل يعني الضرب يولي قسمة يعني الضرب يولي قسمة حال مثلا عند كانت انا حلمة ثلاثة في الجوج كانت تساوي ستة انا اقلب على الجوج الجوج غتساوي ستة على ثلاثة يعني هذا الضرب والله قسمة وقصوت على ثلاثة اذا الحل المعادلة هو ناقل جذر ثلاثة ناقل جذر بقادل 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 خامسة موعدة الخامسة اوش كاتبول؟ كاتبول خمسة 20x32 إثنان ناقص ثلاثين إكس زائد ست تساوي سابر هالي فيها ناقص هنا يعني رأي المصطبقة الهامة تانية مصطبقة الهامة تانية إذا نسترق علينا في المعادة العدبة اليدي الرغا الخمسة عشرين تولي مربع كامل يا خمسة عز اثنان إكس وثلاثين ناقص ثلاثين يجج بمصطبقة الهامة المحمسة من تولي مربع وخمسة إكس له ارحاب فخمسة إكس وثلاثين جزء وخمسة عشرين مدريبا تولي m4 ناقص �x وثلاثين في dessلاثين قابل مبات CD蒲 مرور سيداثين تساوي مالاغ والثلاثة سيطرة هي تسعودية هي 5x ليها أر ناقص b ليها ثلاثة كل سيطرة تساوي ثلاثة إذن هي 5x ناقص ثلاثة تساوي ثلاثة هي 5x تساوي ثلاثة هي 5x تساوي ثلاثة هي 3 على خلص إذن حل المعادلة هو ثلاثة على خلصة نقول بذلك قد أتمنت إذن هي 6x تساوي ثلاثة من الكتاب الرسيم وحسن المفين فالرياضيات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا 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 شكرا